إن الحمد لله نحمده ونستعن به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه سبحانه منزه عن النقائص كلها متصف بكل كمال كل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنكن من الظالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب وموجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد دامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمدي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لفيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللكلوب طبيب في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إخوتي وأحبتي في الله وصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلاقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد حيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وبرحبا بحضراتكم مع برنامجكم أيها الأحباب الكرام جدد إيمانك وحديثي اليوم عن تفسير سورة المسد سورة المسد أيها الأحباب الكرام نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فهي سورة مكية نزلت على رسول الله وهو في بداية الدعوة أيها الأحباب الكرام وهذه السورة فيها آيات عظيمات مشرقات ينبغي أن نقف معها أيها الأحباب الكرام سورة المسد آياتها خمس ونزلت بعد سورة الفاتحة مباشرة على رسول الله في بداية الدعوة رقم السورة السادسة قبلها سورة الفاتحة رقم خمسة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي السورة السادسة التي نزلت بعد الفاتحة مباشرة أيها الأحباب الكرام وهذه السورة فيها من الآيات كما قلت لحضراتكم آيات عظيمة ينبغي لنا أن نقف معها أولا ما هي سبب نزل هذه السورة أيها الأحباب الكرام لكل سورة سبب في نزولها ما سبب نزول سورة المسد لهي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذه السورة ما سبب نزولها أيها الأحباب الكرام سبب النزول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بتبليغ الدعوة أيها الأحباب الكرام صباحا خرج من بيته في الصباح وصعد على جبل الصفا ونادى على بطن كريش يا بني شيبة يا بني ربيعة يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني عبد الضار ونادى على بطن مكة فجاء كل الناس من كل فج ليسمعوا يقولون هذا صوت محمد ماذا يريد فذهب الناس إليه أيها الأحباب الكرام ولما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أني حدثتكم أن جيشا يأتي خلف هذا الجبل جبل قبيس اللي هو خلف جبل الصفا والمروى أيها الأحباب الكرام جبل يسمى جبل قبيس وكانوا يسمونه يعني جبل مكة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أني أخبرتكم أن جيشا سيغزو مكة من هذه الجهة أأنتم مصدقي قالوا نعم نعم يا نعم يا محمد نحن نصدكك قال فإني أنذركم بيوم عظيم فاتقوا الله سبحانه وتعالى وكلوا لا إله إلا الله تفلحوا كلوها تسود العرب والعجم هكذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به سبحانه وتعالى وسكت الناس جميعا إلا واحد عمه أبو لهب عليه من الله اللعنات رح رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا النبي كان على خلق عظيم ما رد على عمه ما رد عليه ولكن الذي رد عليه هو الله سبحانه وتعالى فنزل جبريل بهذه الصورة أيها الأحباب الكرام تبت يد أبي لهب وتب الذي سيتب هو أنت وليس محمد وتبت بمعنى خسرة خسرت يداه خسر نفسه هلك انقطع هكذا هي المعنى أيها الأحباب الكرام تبت يد أبي لهب وتب هذا هو السبب الذي نزلت من أجله صورة المسد صورة المسد أيها الأحباب الكرام ومن هنا يجب علينا أن نكف مع هذه الشخصية شخصية أبو لهب عليه من الله اللعنات من هو أبو لهب أيها الأحباب الكرام أبو لهب هو عبد العزة ابن عبد المطرب هذا هو اسمه لما أبو لهب دي كونيا كان العرب إذا أرادوا أن يفتخروا بإنسان كالنوه أيها الأحباب فدي كونيا كونيا لأبو لهب وليس باسمه اسمه عبد العزة ومحال على الله عز وجل أن يذكراه في القرآن بعبد العزة يعني تبت يا عبد العزة لا لماذا؟ لأن العزة كان إله يعبد صنما يعبد من دون الله عز وجل في مكة فاسمه على اسم هذا الصنم وإنما العبيد كلهم لله لا لعبد العزة ولا اللات ولا منات وإلى غير ذلك من المسميات التي سموها على آلهتهم من الأصنام أيها الأحباب الكرام ومن هنا اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أخوه عبد الله وهو والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد العزة ابن عبد المطلب أيها الأحباب الكرام هذا هو اسمه وأبو لهب كنية له وأبو لهب أيها الأحباب الكرام لابد أن نعرف طبيعة شخصيته إذا أردت أن تتحدث عن هذه الصورة بالتفصيل فعليك أن تركز عما ركز الله عليه فركز على أبي لهب وأبو لهب شخصية أبو لهب لابد أن نعرفها لأن الله أنزل فيه قرآن أنه سيقلت في النار إلى يوم القيامة سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جدها حبله من مسا أبو لهب أيها الأحباب الكرام ابن عبد المطلب وعبد المطلب سيد من سادات قريش وهو سيد على قريش هو الذي يسد قريش كاملة بكل القبائل التي فيها أيها الأحباب الكرام وعبد المطلب هذا يعني جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب كان نائم عند الكعبة فرأى رؤي عجيبة أيها الأحباب الكرام رأى غرابا مدلهما غرابا مدلهما قد نقر بفمه على الأرض في مكان بجوار الكعبة وقال هنا زمزم أحفر زمزم حتى لا تندم هكذا قال له الغراب في المنام العبد المطلب وبئر زمزم قد اختفي تماما في هذه الفترة لا أحد يعلم مكانه وأيها الأحباب الكرام فلما استيقظ عبد المطلب جد رسول الله صلى الله جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من المنام رأى نفس الغراب الذي رأاه في المنام في الحقيقة رأاه يحفر في نفس المكان الذي جاء إليه في المنام فذهب إلى هذا المكان وظل يحفر إلى أن ظهر بئر زمزم فقال بئر زمزم لي ولأولادي فجاءت قريش بقبائلها المختلفة وقالوا لا لا تأخذ هذا الشرف وحدك إنما سنشترك معك في هذا الأمر قال لا لما هذا أمر خصنيا له به سبحانه وتعالى فليس لكم الحق في زمزم وهنا أيها الأحباب الكرام عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ورفض تماما فقالوا إذن نحتكم إلى الكاهنة الفلانية فذهب معهم وهم في الطريق فني منهم الماء الماء اللي معهم خلصت وكادوا أن يموتوا من العطش حتى كل واحد منهم حفر لنفسه حفرة الموت القبر بمعنى صح كل واحد حفر قبره بإيده لأن الماء قد انتهت منهم وسيموتون من العطش وهم بعيدين كل البعد عن بئر زمزم وعن مكة في منتصف الطريق وإذا بعبد المطلب وهو جالس بجوار ناقته يضرب برجله الأرض فنبع الماء من تحت قدمين طلع ميا فنادى عليهم وقالها لهم تعالوا واشربوا واشربوا فجاءوا وشربوا من الماء قال إن الذي أخرج لك هذا الماء هو الذي يوجهك إلى أن تحفر بئر زمزم فإننا لن نزعك في بئر زمزم أبدا لا اليوم ولا بعد اليوم فزمزم لك ولأولادك هنا قال نذر على نفسي نذر نذر على نفسي نذرا لله عز وجل قال يا رب إن رزقتني بعشرة من الأولاد لأذبحن واحدا إليك تقربا إليك مرت الأيام ونسي هذا النذر إلى أن ولد له عشرة من الأولاد بقى عنده عشر أولاد فماذا يصنع أيها الأحباب الكرام هنا تذكر النذر بتاعه وبعدين اقترع بين أولاده يتبح مين الكبير ولا الوسط ولا الصغير فاقترع بينهم فوقعت القرعة على عبد الله اللي هو أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجاءت القرعة علي فأخذه لكي يذبحه فقامت قيامة قريش وجاءوا إلى عبد المطلب ونهوه أن يقتل ولدك قال مستحيل أن نتركك تقتل ولدك مستحيل أن نتركك أن تقتل ولدك وهنا قال فماذا أصنع أن نذرت لله نظرا إن رزقني بعشرة من الأولاد ذبحت أحده فقالوا له نذهب إلى العرافة التي كنا قد ذهبنا إليها في بئر زمزم وذهب معهم إلى العرافة فأشارت إليهم إلى الكاهنة وقالت هذه الكاهنة لهم ضعوا اسم عبد الله على سه واسم إبل على سه واقترعوا بين الإبل وبين عبد الله فإذا اقترعتم وخرج لكم عبد الله فاذبحوا أمامه عشر من الإبل ففعلوا ذلك واقترعوا وكلما سحبوا السه جاء اسم عبد الله فيذبح أمامه عشر من الإبل يصنعون مرة ثانية إلى أن وصل العدد إلى مئة من الإبل أيها الأحباب الكرام عند المئة ظهر اسم الإبل وهنا نجى الله عبد الله نجى الله سبحانه وتعالى عبد الله أبو سيدنا محمد من الموت أيها الأحباب لأن في صلبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى هذا هو فأبو عبد المطلب عنده عشر من أولاد كان أجبرهم أبو لهب أبو لهب بعده عبد المطلب العشرة مات منهم ستة قبل بأثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مات ستة من أبناء عبد المطلب ولم يبقى إلا أربعة أبو لهب الذي نتحدث عنه اليوم وأبو طالب وسيدنا العباس ابن عبد المطلب وسيدنا حمزة ابن عبد المطلب أربعة اثنان منهم ماتوا على الكفر مات على الكفر اللي هو أبو لهب وأبو طالب واثنان دخلوا في الإسلام اللي هو العباس سيدنا العباس بن عبد المطلب وسيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاي بن عبد المطلب فطبيعة أبو لهب بالنحن بنتكلم عنه طبيعته أنه تولد زي ما بيقوله كده وفي ثمه مع العقة من الذهب كان أبوه غني جدا وكان سيد قوم فبالتالي أخذ هذا الغرور وكان به غرور رهيب فهو مختر بذاته وبنفسه مغرور بنسله وبنسبه وبحسبه وتزوج من أروى بنت حرب اللي هي أخت أبو سفيان بن حرب أبو سفيان دخل في الإسلام كما تعلمون بعد ذلك أما أروى هذه زوجة أبو لهب ماتت على القفر لأن الله قال حملة الحطب في جريع حبله من مسد يعني ستلقى في نار جهنم ولعياذ بالله أبو لهب تزوج من أروى بنت حرب أيها الأحباب الكرام فبال عنده حسب ونسب وأضف إلى ذلك أنه كان سريا جدا كان غني من أغنياء مكة من أغنى أغنياء مكة أبو لهب أيها الأحباب الكرام أضف إلى ذلك أنه يعني أعطاه الله شكلا وسيما وجميلا فكان وجهه مشرقا كان مشرق جدا لذلك سمي كنية بأبي لهب ليه؟ لاصفرار وجهه كانوا يقولون أنه كان أبيض الوجه بحمار شديد بياض الوجه مع حمرار الوجه فأبو لهب كان جميلا جدا فهذا كله أعطاه هذا الغرور والعياذ بالله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب تبت يد أبي لهب وتب ما معنى تب؟ معنى تب خسر أبا لهب أبو لهب خسر حياته خسر نفسه وأهلك نفسه تبت يد أبي لهب أبي لهب دي القنية لأن في حاجة اسمها الإسم والقنية واللقب أفضلهم الإسم يليه القنية بعد كده اللقب مش مناسب يعني ولذلك قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب لأنه عبارة عن شتيمة وكده يعني ولذلك أفضلهم الإسم إسم محمد أحمد محمود أي إسم من الأسمان هذا أفضل شيء في اللغة العربية يليه الكنية أيها الأحباب والكرام ولذلك لما قالوا لماذا كني أبو لهب بأبي لهب قال العرب إذا أحبت شخصا كنته وإذا أرادت أن تعظم نفس شخص إنسان كنته بمعنى صح لذلك كنيته أبو لهب عليه من الله اللعنات في الدنيا وفي الآخرة هنا أيها الأحباب والكرام تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لما نزلت هذه الصورة وقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم انتشرت في مكة اعتبروا أن هذا هجاء يعني شتم في أبي لهب فانتشرت بانتشار النر في الهشيم حتى وصلت إلى سمع أبي لهب وزوجته عليها من الله اللعنات فلما سمعت هذه الملعونة بهذه الصورة ذهبت إلى رسول الله تبحث عنه وفي يده حجر غليظ وأخذت هذا الحجر وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عليه عند الكعبة وكان نبي جالس عند الكعبة مع أبي باكن الصديق رضي الله عنهما اللي اتنين جلسين عند الكعبة سندين ضهرهم على الكعبة وهي تبحث عن رسول الله زوجة أبي لهب كانت تسمى أم جميل هي أروى بنت حرب اسمها الحقيقي وتبحث عنه في مكة وإلى أن وصلت إلى المسجد الحرام وفي الكعبة أيها الأحباب الكرام فلما سألت عنه قالوا جالس بجوار صاحبه عند الكعبة فوصلت إلى الكعبة ورأت أبو بكر ولم طر الرسول صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله فقالت لأبي بكر أين صاحبك فوالله لا إن رأيته لا فلقت رأسه بهذا الحجر وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضا يتعجب ويقول الرسول بجواري في نفسي هذا حدث مع نفسي والرسول بجواري ولا يتراه فقال له الرسول إن الله خبأني عنها فهي لا تراني يا أبا بكر فهي لم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فهي لم تراه وإذا بأبي بكر صديقي يزهل من هذا الموقف أيها الأحباب الكرام فلما لم تجد الرسول صلى الله عليه وسلم عادت إلى بيتها ولذلك كانت تسير بين الناس بالنميمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحتطب الشوك وتضعه أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك جعل الله جزائها من جنس العمل حمالة الحطب تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب كما كانت بتجيب الشوك وتضعه أمام بيت رسول الله ليدخل الشوك في رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بالله سبحانه وتعالى يجزيها بنفس العمل فتحتطب وهي في نار جهنم بالحطب وكما كانت تضع الشوك أمام رسول الله تضع الحطب تحت رجلي وقدمي زوجها أبو لهب في نار جهنم التي لا تبكي ولا تزر أيها الأحباب الكرام حمالة الحطب في جدها حبل من مسد نعود إلى أبو لهب عليه من الله لأبي لهب عليه من الله لعنات أيها الأحباب الكرام أبو لهب كانت نهايته نهاية بشعة لا يتخيله أي إنسان أيها الأحباب الكرام وهكذا المولى سبحانه وتعالى يعاقب الظالمين هذا الظالم الذي ظلم رسول الله ماذا كان يصنع كان النبي حينما كان يكون بدعوة الناس إلى الدخول في دين الإسلام كان عمو يسر خلفه ويضربه بالحجر ويقول للناس لا تصدقوه فهو كاذب هو ساحر هو شاعر ويظل يقول في حقه الكلمات التي لا التي تغضب ربنا سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام فينصرف الناس عن رسول الله وهكذا كان يصنع لم يؤذى النبي من يعني ما أذي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة أشد من أبي لهب لأنه كان عمو فكان الناس يصدقوه أنا عموه لا تصدقوه فإنه كاذب فإنه ساحر وأنا عموه فلا تصدقوه هكذا كان يسير خلف رسول الله حينما كان يعرض نفسه على القبائل أيها الأحباب الكرام تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أبو لهب كانت نهايته مؤلمة فبعد انتصار المسلمين في غزوة بدر أيها الأحباب الكرام وجاء الخبر إلى أهل مكة بأن الرسول قد انتصر على كريش وانتصر على قبائل كريش وانتصر النبي انتصارا كبيرا بهرا فقتل سبعين من سنديد الكفر منهم أبو جه وأمي بن خلف سنديد الكفر كلها قتلوا في هذه المعركة في غزوة بدر أيها الأحباب الكرام وأسر منهم سبعين صلى الله عليه وسلم ووقع هذا الخبر قص عقا على أبي لهب عليه من الله اللعنات وإذا به يمرض مرضا شديدا أصابه الله بمرض يسمى العدس هذا المرض أيها الأحباب الكرام شبيه بالطعون يعني مرض لعنة والعياذ بالله لا يترك هذا الإنسان إلا ويفتت جسده إلا ويفتت جسده أيها الأحباب الكرام هذا المرض اللعين أصاب أبو لهب ومات به ولذلك لم يأتي بجواره أحد من الأبناء ما قام ولد من أولاد بمعالجته بل كانوا يخفون أن يذهبون إليه وكان يصرخ من شدة الألم ولا أحد يعني ينصط له أو يعبره وإذا بالمولى سبحانه وتعالى يرين آية وعظة في الظالمين أيها الأحباب الكرام يظل بهذا المرض حتى مات وتركوه ثلاثة أيام بدون دفن أيها الأحباب حتى خرجت رائحته النتين العفنة فشمها الناس فكانوا يعاتبون أولاده ألا ترحمون أباكم ألا تقومون بدفنه في مكبرة من المقابر فعيروهم وإذا برجل من كريش يقول الأولاده لابد أن تحمله إلى قبره فقالوا ماذا نصنع أصيب بالعدس وهذا مرض ينتشر وأنه معدي ونخاف أن نأتي بجواره قال أحمله بألواح من الخشب من بعيد فحملوه بألواح من الخشب من بعيد وألقوه بين جبلين وألقوا بالحجارة عليه من بعيد رجموه بالحجارة حتى دفن في هذا المكان أيها الأحباب الكرام وهكذا هي النهاية المؤلمة لكل ظالم أيها الأحباب الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة وأسأل الله في نهاية هذه الحلقة سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين النار اللهم إننا سألك أن تجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار اللهم اخفر لنا يا عزيز يا غفار اللهم لا تهلقنا كما أهلكت أبا لهب اللهم إننا سألك يا حياكم أن ترزقنا حسن القاتمة اللهم أمتنا على الإسلام والتوحيد اللهم أمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل كبورنا جميع الروضة من رياض الجنة اللهم لا تلقي بأكسادنا في النار أبدا اللهم ادخلنا الجنة وأن تراضل عنا اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في غزة اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في غزة اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في غزة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته